وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بدرورة استمرار الوزرات وجهات الحكومية المنتقلة في تنفيذ أعمال الصيانة والأمن للمقارة الحكومية التي تم إخلاؤها وضاف مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن تلك المباني سوف يتم تسليمها لصندوق مصر السيادي الذي سيتولى بدوره تنفيذ مخططات لاستغلال الأمثل لهذه المباني في الوقت نفسه أكد مدبولي أن مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير يتصق مع خطة مصر للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي يحقق زيادة الدخل القومي لا سيما بالعبلات الأجنبية ويسهم في توفير فرص عمل متميزة للشباب